اشتركوا في القناة على السير العمل وكذا الاستماع لآرائهم موجها بضرورة مراعاة تطبيق المواصفات القياسية في تطوير المحور أعلن رئيس مؤتمر المناخ كوب 27 وزير الخارجية سامح شكري تمديد المؤتمر إلى اليوم السبت بسبب عدد من القضايا العالقة أطالب شكري الدول بسرعة التحرك لإيجاد عامل مشترك بين جميع الأطراف لتحقيق أهداف المؤتمر مؤكدا أهمية الدفع نحو نتائج ملموسى في كل الجوانب الخاضعة للمناقشة دع رئيس الأوكراني فلودمير زيلانيسكي الغرب إلى فرض المزيد من العقوبات على روسيا في ضوء تزايد هجماتها الصاروخية ضد أوكرانيا أقل زيلانيسكي في رسالته اليومية عبر الفيديو إن الغارات الروسية على الأراضي الأوكرانية لا تتوقف ليوم واحد مطالبا بمزيد من الضغط على موسكو لوقف هجماتها هدد زعيم كوريا الشمالية كيم كونجا أون بأن بلاده ستلجأ إلى السلاح النووي في حال حدوث هجوم نووي ضد بلاده وخلال إشرافه على إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات أكد كيم أن التجربة الجديدة تؤكد من جديد حصول بيونج يانجا على قدرات قوية لمواجهة أي تهديدات نووية حذرت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن من أن فرنسا لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة خطط الاستثمار الأمريكية لمكافحة التضخم التي يحتمل أن تضر بالمنافسة التجارية أقل بورن إن الولايات المتحدة تعيد تموضع سلاسل القيمة الخاصة بها من خلال خطة استثمارية كبيرة بنحو 380 مليار دولار مشيرة إلى أن هذه القرارات يمكن أن يكون لها تأثير على الاقتصاد الفرنسي نقلت وكالة رويتارزام مسؤول بوزارة العدل الأمريكي أن الوزارة عينت محققا خاصا لمتابعة التحقيقات المتعلقة بالوثائق التي تم الحصول عليها بعد تفتيش منزل الرئيس الأمريكي سبق دونالد ترامب بولاية فلوريدا في أغسطس الماضي من جانبه وصف ترامب تعيين محقق خاص الإشراف على تحقيقات ضده بأنه قرار غير عادل وسياسي يدلي الناخبون في ماليزيا بأصواتهم في الانتخابات التشريعية المبكرة تنافس الانتخابات في نحو 100 ألف مرشح عفواً ألف مرشح للأحزاب السياسية المستقلين للتنافس على 222 مقعدا في البرلماني الوطني لمزيدنا من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترانيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو أر كود الظاهر على الشاشة أمامكم شكراً على طيب المتابع إلى اللقاء